تطبيقات على القوى الكهربائية ماذا بك؟ أنا حزينة لأني أخطأت ووضعت الفلفل الأسود على الملح هدئي فأنا أملك الحل لهذه المشكلة وما هو هذا الحل؟ سنقوم بفصل الملح عن الفلفل الأسود حتى يعود كل منهما إلى حالته وبذلك نكون قد تغلبنا على المشكلة وكيف يمكننا فصل الملح عن الفلفل الأسود وقد اختلطا ببعضهما؟ سنقوم بإجراء تجربة عملية حسناً عليك بإحضار مخلوط الملح والفلفل الأسود حتى نقوم بفصلهما من خلال تجربة استقصاء القوى الكهربائية سأحضرهما الآن ها هو مخلوط الملح والفلفل الأسود وأنا أحضرت الأدوات الأخرى للتجربة وهي مشط بلاستيكي قطعة صوف هل هذه هي كل الأدوات المستخدمة؟ نعم نحن الآن سنبدأ إجراء التجربة حسناً أولاً نقوم بدلك المشط بقطعة الصوف ثانياً نقوم بتقريب المشط قليلاً من هذا الخليط ونلاحظ سوياً ماذا سيحدث ها؟ ما هذا؟ لقد انجذبت حبات الفلفل الأسود بالمشط نعم فذلك يحدث نتيجة دلك المشط بقطعة الصوف حيث ينزع المشط الإلكترونات من قطعة الصوف معنى هذا أن هناك شحنات موجبة وشحنات سالبة حتى تتم عملية التجاذب نعم فعند تقريب المشط من الفلفل تنجذب الشحنات الموجبة في الفلفل مع الشحنات السالبة في المشط إذن فالشحنات المختلفة تتجاذب هذا صحيح وكذلك في الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر وهذا دليل على وجود قوة كهربائية فالقوة الكهربائية بين الشحنات الموجبة والسالبة هي التي تؤدي إلى التصاق الفلفل بالمشط ولماذا لم ينجذب الملح إذن؟ الملح عبارة عن بلورات أثقل من الفلفل فلذلك يكون أثقل من أن يتحرك ليلتصق بالمشط لقد أصبحت عملية فصل الملح عن الفلفل الأسود عملية سهلة نعم ولكن علينا توخي الحذر فبعد الانتهاء من تلك التجربة علينا أن نقوم بغسل أيدينا ولا نضعها في أعيننا شكرا لك يا سالم فأنا أتعلم منك كل يوم شيئا مفيدا عفوا يا فاطمة ولكن علينا الآن أن نعيد الأدوات إلى مكانها مرة أخرى ولكن قبل أن نفعل ذلك سألخص للأصدقاء ما تعلمناه اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم القوة الكهربائية هي قوة تجاذب أو تنافر تؤثر به الأجسام المشحونة بعضها على بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر